تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلفي أوروبا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كما هو متوقع لما نحكي عن 90 دقيقة في كرة القدم في دور أبطال أوروبا في هذا المستوى المفاجآت وارديو ولما يكون جوارديو لهو مدرب مانشستر سيتي بتزيد أكثر المفاجآت في المباريات اللي بيظهر فيها ليون إلى نصف النهائي بعد مباراة عظيمة ليون بيكمل طريقه الغريبة والصعبة اللي أخرج فيها يوفنتوس ثم مان سيتي ليون اللي وصل نصف نهائي دور أبطال أوروبا حتى يعوض ماليا جزء كثير كبير من القرار اللي اتخذ في الدور الفرنسي واللي اعتبره كثير ظالم بإلغاءه والإخراجه من أوروبا حتى اللحظة لأنه لسه عنده معجزة لو قدر يعملها حيلعب في أوروبا رغما عن الجميع رغم صعوبة الموقف زي ما منعرف هتكلم عن الفريقين بشكل منفصل هتكلم في البداية عن ليون اللي قدم مباراة كبيرة قدم مباراة كبيرة من حيث الأنضباط فريق تقريبا ولا هفو دفاعي من أفراده يعني كل الأمواقف اللي انتصر فيها مانشستر سيتي عليه ودخر الكرة من منطقة جزاؤه كانت فارق جودة فارق لعيبة ممتازين رحيم دميرات رائعة من كيت بروين وكل هذا الكلام لكن فريق نفسه كان واضح أنه مؤمن في اللي بيعمله تنويعه الدفاعي ممتاز جدا فجأة بتلقى بيضغط لفوق فجأة بعدين تلقى بيرجع على الخلف ودائما بيعرف يجبر لعيبة الوسط المحاور تعون مان سيتي إنهم يرجعوا الكرة للخلف فنادرا ما كنا نشوف رودري أو قندوقان يقدموا الكرة الأمام تمركزهم رهيب وذكي للغاية يعني للأسف ما فيش فيديوهات الواحد يستخدمها لكن تمركزهم كان واضح أنه بيفصل خطوط الستي عن بعض فخط الدفاع مش قادر يتوصل مع الوسط والوسط مش قادر يتوصل مع الهجوم مدروسة تفاصيل الوقفة مدروسة تفاصيل زوايا التمرير وإغلاقها وإضافة لفهم كبير لأسلوب القهار ديولا اشتغل الفريق هذا كويس قبل هذه المباراة يعني في كثير مواقف انطلاقات رحيم أو حتى لمنزل محرز بعض الانطلاقات متوقعينها قبل ما تصير دارسينها عارفينها الشاب هذول عارفين كيف هيعمل مانشستر سيتي بتحركاته بكرة وبدون كرة فكان عنصر المفاجأة لهم كثير قليل تأثيره عليهم يؤخذ هذا المباراة لغارزيا اللي قدر يديرها بشكل ممتاز وممتاز جدا كالعاد اليون زي ما أعمل أمام اليوفي بإدارة الوقت عنده فن إدارة الوقت في اللقاء بيعرف متى يسرع بيعرف متى يسحب خصمه لمباراة سريعة جدا وبيعرف متى يحاول يقتل اللقاء بيعرف متى ياخذ الفول ومتى يرتكب الفول عنده هذه الإدارة مع أنه لعيت له معظمهم شباب بس عندهم هذه الخبرة اللي فعليا هي جميلة جدا وفق كل ذلك عندهم قوة ذهنية رهيبة باليوفي لما اطلقى الهدف الثاني اليون توقعنا أن الفريق ممكن ينهار أو يرتبك أو يتوتر لكن لا استراتيجيته كانت أنه طلع للأمام شوي حافظ على شخصيته والفريق قدر يدير اللقاء حتى تأهله واليوم أمام الستي بعد الهدف الأول قلنا الفريق أوف خلص انتهت الأمور راحت للستي لكن اللي حصل غير ذلك اليون هو اللي تقدم اليون هو اللي يجر السيتي لمعركة سريعة مفاجئة قدر يسجل في الهدف الثاني قوة ذهنية رهيبة لهيك فريق يعني ربما أنه ما في الشي يخسره هذا مساعده لكن قوة رائعة وليون عنده شوية أرث أوروبي جميل وساعدهم كثير طبعا مواقفهم القوية جدا في الواحد لواحد في معظم المواقف كانوا عم بيكسبوا اليون بالمجمل قدم لقاء دفاعي ممتاز لقاء هجومي مستفيد من سرعته ممتاز جدا وقدر يستفيد من رعونة ماشستر سيتي وإصراره خلين سمعا أنه يبين هو الفريق اللي بقدر يلعب بدون خوف ويفوز تأخذ له اللقاء بيستحق الفوس أنا بلشت في ليون عشان ما حدا يفهم كلامي انتقاصا من انتصار ليون لما ننتقل على ماشستر سيتي يوما ما خرج من بيكوارديولا بعد ما خرج من موناكو اللي كان أيضا خصم بالمتناول بالنسبة لمان سيتي وقال أنا تعلمت اليوم درس مهم لازم ألعب كرتي اللي تعودت عليها كرة الهجومية وما أسمع كثير للإعلام في المباريات لأنه هذا طبعا كان لقاء الإياب بعد ما كان فائز بنتيجة غريبة في الذهاب اللي هي خمسة الثلاث وعلى كل حال يبدو انه قوارديولا ما يتعلم فقوارديولا اليوم دخل ما لعب كرته في الشوطر الأول رحت راجعت خطط من سيتي قلت ممكن أكون غلطان بالعدد لأنه فعني أنا مش قادر أتذكر كم مرة لعب بثلاث مدافعين لقيتوا لعب ثلاث مرات هذا الموسم وفي مباراة مهمة في مباراة مصرية ليلو فجأة قرر يرجع يلعب بهذه الثلاث من الثلاث الليعبهم مرة الماضية كنوا يعني واحدة منهم بالكأس خسرها مع ما ينافد وهي آخر واحدة من يناير غير ذلك الفريق في الفترة الأخيرة وجد نفسه لملم نفسه صار شكله واضح قادر يلعب كرته ما بتعرف ليش فجأة يقرر يغير تفكير يعني أنه خايف من مرتدات ليون وفعليا اللي حصل في الشوطر الأول فريقه ما عارف يلعب كرة قدم لأنه مش متعودين مش مرتحين دي بروينو بأماكن ما فيش منها فاعلية رودري جوندو كان مش هالإضافة الهيجومية يعني كأفراد كانسله على اليسار نصف ظهير وعاليمين وولكر ما شفنا بيقدم أساسا كم مرة شفتوه بيشبك مع رحيم لما كان رحيم على اليمين ما شفنا فعليا نتكلم عن سبع لعيبي لورا تقريبا حتى لو حاولوا يبينوا انهم لقدام وانت بالتالي صور دائما تحت الخطر لأنه اي كرة بتفتك منك يا بالتلت الأول يا بالثاني فبالتالي مرتدر إضافة لذلك الفرص اللي صناحها بشوط الأول مش خطته يعني هي إبداع دي بروينو بتمريرة مهارة رحيم بموقف آخر ما كانت أفكار مدرب اللي جرأ معاها هاي الفرص فعليا هو وضع الستي في موقف سيء اتقدم في ليون الشوط الثالي كان ممكن يصير إدارته كثير أسهل لو شوط الأول كان تعادل سلبي أو الستي لعب بشكل طبيعي وتقدم بهذا طبعا أكيد ومتفقين دفاع الستي سيء جدا هذا الموسم ومتأكدين أنه في مدافع بعد نثان آكي هذا المنطق لأنه الفريق محتاج يعني دفاع جديد بس انت كمدرب ووظيفتك فيك مباريات تلعب عن نقاط قوتك وتحمي نقاط ضعفك ما تغامر اللي صار اليوم خلصنا أحكي من الخطأ الأول نزل في الشوط الثاني رياض محرز الأمور ترتبت صورنا نشوف دي بروينو المواقف فعلا بقدر يعمل فيها فرق تحسه خطير قدر إما يسجل أو يصنع أو أفضل بكثير من أول كان مش قادر يستلم كورا سورنا نشوف جيسوس في الشكل الطبيعي للفريق الفريق كله تحرر إجا هدف التعادل وهذا هو المطلوب وعلى ذلك ما بتعرف شو اللي صار في فريق قرر يلعب زي المقامرة حرفيا كل لحظة بتروح مليون ينفرد كل لحظة بروح مليون يروح على المرمى في كل لحظة 8 دقائق بعد الهدف الأول كان كل المطلوب من الستي فقط يهدأ كل المطلوب ما يستحجل أن يثبت أنه يقدر يكسر خصمه فلسفة جوارديولا زايدة بعض الأحيان أنا من الناس اللي بقولكم جوارديولا بالنسبة لي شخصيا أحسن مدرب شفتوا أنا وأنا بحثوا لكرة قدم أنا بحكي لكم رغم الرما ما يجيبش دور أبطال بعد برشلونة أبدا لكن ككرة ونوعية كرة وفريق مع كرة وفي زيه بس في الشطر أول منع فريقه يلعب بالكرة وفي الشطر الثاني ما يقدر يفهم أنه هسه مطلوب تهدأ بس خمس دقائق تهدأ خمس دقائق لأنه ليون حاول يجرك زي ما حاول يجر ليوب فعلا حاول يجرك وليوب يجره فعلا ودخله بمتاهة رايح جاي في اللقاء لآخر دقيقة حاول يجرك لهذه اللعبة وعارف دفاعك لما يتقدم كثير سيء جدا لأنه ما عندك ولا مدافع فعليا بقدر يوقف سرعة لعيبة ليون ونجر للمعركة ربما الناس يجي تقول الهدف الثاني والله فيه فول ومش فول يقول عن التحكيم كان فيه قبلها كرة أو كرتين أو ثلاثة وقف على شعره وتروع على القول اللي مش قادر أستوعبه حتى الآن أنا شخصيا في الشطر الأول كثير تحفظ وخوف وبالشطر الثاني كثير اندفاع بعد التعادل ورغبة بحسم الأمور يعني فيه شيء ناقص فيه شيء مش مفهوم هذا ربما اللي وصفه يوما ما مولر لأنه ظاهرة التفكير الزايد اللي واجهها مع غوارديولا في مباراة الأوروبية الحاسمة واللي الكل صار متفق عليها أعتقد انه فيه تفكير زايد في أهم مباراة هو بيجي بأفكار جديدة مائلها داعي هل الشكل هل غوارديولا تدخلوا بالتفاصيل كثير في مباراة اليوم وولكر كان مقيد بعض اللعبين واضح مش مرتاحين أوامر جديدة ربما هل هي السبب؟ ما بنعرف بس هذا الشي ما بيعني أبدا انه ليون ملعب مباراة ممتازة بالنسبة لقدرات ليون عشرة من عشرة بس الستي الليعب ستة من عشرة والستي ضيع فرصة ذهبية أخرى يفوز بدورة أبطال أوروبا الآن السؤال طبعا يستطيع قول غوارديولا يطلع ولا يضل؟ وعن المنطق بيحكي فيه نوعية كرة القدم اللي بيقدمها من سيتي عم بيكسب كثير بيكسب شعبية بيكسب جماهيرية وبيكسب تسويخ وفلوس أيضا بهذا النوع بالدوري مرة ومرتين لو استمر لغوارديولا 3-4 سنين يعني فيه إنجازات كثير ولقب دورة أبطال مهم كلقب ككأس لكن في حسابات مشاريع كرة القدم اللي بيحكي فلوس وتسويق وهذا هو الجزء من عشرة أجزاء ربما لغوارديولا بيحقق 9 منها فالمنطق كروية بيستمر لكن أنا بتمنى له يفوز بدورة أبطال صدقا لغوارديولا بتمنى له يفوز بدورة أبطال قبل إما مع سيتي أو معي فريق آخر غير برشلونة نوصل لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وضروري جدا نتابعوا على قناة سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله